اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في السرطان ورح ينتقل للأسد في ساعات المساء وموجود في منزلة الجبهة وهي للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو وهي زاوية او هذا المنزل رح تستمر حتى ساعات ما بعد الظهر بعدين القمر رح ينتقل لبرج الأسد رح يكون متواجد في منزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح اما بالنسبة للزوايا في زوايا ذكرناها بالأمس رح نعيدها اليوم لانه هي رح تكون بعد الحلقة فعشان هي كأول زاوية رح تكون هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر والشمس وهي يعني ولادة القمر رح تكون في تمام الساعة خمسة واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة خمسة واربع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب عراقي لبتطلب مننا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض الشجاع اللازم لمواجهة مشاكلهم فبيلجأ للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة أو أثناها ببلش خلو المسار يعني من تمام الساعة خمسة واربع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا ساعة تسعة إلا خمسة بتوقيت الأردن هو بيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وخمسة عشر دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء يعني الساعة حدعش وربع بتوقيت الأردن وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية وخمسة عشر دقيقة مساء بيكون القمر انتقل واستقر في برج الأسد طبعا تأثيرات الفترة هاي لما بيكون القمر موجود في برج الأسد بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز كله حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال واستثمار والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين إلنا أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل ما بعد خلو المسار أول زاوية رح تكون زاوية التقابل سلبية بين الشمس وزحل رح تكون في تمام الساعة 10 و27 دقيقة مساء بتخلق مصاعب وعرقيل منحتاج يعني بتحتاج مننا أن نبذل جهد للتصميم والإرادة لتجاوزها أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وأورانوس رح تكون في تمام الساعة 2 و21 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما آخر زاوية رح تكون هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 27 و22 دقيقة مساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بالنسبة للقمر لما يكون موجود في الأسد معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 22 سبعة رح يكون في تمام الساعة 12 و27 دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و39 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لينتقل بعدها للعذراء أما بالنسبة لعمر القمر القمر ولادة القمر الهلال الجديد عمره واحد يوم في تمام الساعة 13 و10 دقائق صباحا بصير عمره يومين نسبة الإضاءة 3% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة المزاج ممتزج القمر في السرطان ورح ينتقل للأسد حكينا حتى يوم 22 سبعة المزاج سعيد عطارد في السرطان حتى يوم 5 ثماني المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثماني المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم تسعة تسعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اتناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين تسعة مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى يوم خمسة عشر ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احداش مزاجه ممتزج بلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم الوضع غير طبعا ما رح نذكر انه رح يكون في البيت الرابع ورح ينتقل للخامس فهي التأثيرات نبدأها احنا كأنه انتقل هو لبرج الاسد لانه كل التوقعات بتبلش ما بعد الحلقة فعشان هيك رح يستمره زي ما حكينا انه هو في برج السرطان في البيت الرابع بيظل ضاغط لغاية ما يوصل للبيت الخامس اللي هو في ساعات المساء فعشان هيك الاغلب اليوم رح تكون القمر موجود في البيت الخامس فاليوم اللي بالنسبة للنفسية بتكون احسن بتستقر الامور بصير عنا حافز كبير او دافع كبير للنشاط والحركة والانجاز او انجاز كثير من المهام خلال هذا اليوم عنا اكثر من مخطط منصمم على انجازه منحس انه في طاقة غريبة موجودة بتشحننا بطاقة كبيرة منحاول نشحن حالنا كمان بطاقة حتى لو كانت الاجواء سلبية بنتجاوز كثير من السلبيات يعني الاجواء اجمالا بلشت تاخد منحنة ايجابي صحيح انه في نوع من انواع التسرع او العجلة في بعض الامور او العصبية اللي بتطلع في بعض الاوقات ولكن اجمالا الاجواء ايجابية اما بالنسبة للبيت الثاني فالمسائل على المستوى المالي اليوم متقلبة اما ايجابية او سلبية يعني يا بتحدث بعض التغييرات يا بعض الايجابيات يا اما بتظهر بعض المسائل اللي شوي ممكن انها تكون مربكة ولكن اجمالا الجو ايجابي بيدعمك فممكن اليوم تهتم ببعض المسائل المالية او تحلها او تكون الامور لصالحك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وداعمة على مستوى الحركة والاتصالات والنقاشات اليوم بتنشط باكثر من مسعى مع بعض فبكون لك اهتمامات عالية بالاقناع او بسرعة البديهة او بالدراسة او بالتنقلات او بالاهتمام حتى بامور بتتعلق بالتكنولوجيا يعني زي التليفون كمبيوتر انترنت اشياء العلاقة بالسيارات يعني بهاي المجالات اما بالنسبة للبيت الرابع فبدأت الاجواء على مستوى البيت ترتاح يعني كل ما اقتربنا لساعات الصباح كل ما شعرنا انه الامور استقرت اكثر على مستوى البيت بصير نوع من انواع الاهتمامات الجيدة والتقارب وجهات النظر وحل بعض المسائل اللي بتتعلق في البيت اللي كان صعب ان نحلها بالفترة الماضية ممكن نتراجع عن بعض القرارات وممكن انه شوي يعني تتوضح الرؤية لانه ببعض المشاكل او بعض سوء التفاهم او الخلافات ما بيننا وبين احد افراد العائلة او مشاكل منزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء اليوم ممتازة جدا وبتشتد راغبتكم في التقرب من احبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وايجابية تنجح بحملة ترويج عشان هيك لازم اليوم تكون جريء في الطرح بتتسارع الاحداث بشكل مميز واستثنائي ممكن تتلقى جواب او عرض خلال هذا اليوم يكون لمصلحتك او يكون في بوادر او بشائر خير للفترة القادمة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية فالاجواء بما ان القمر صار موجود في بيت حليف لايلك البيت الخامس والشمس بكرة ان شاء الله رح تنتقل للبيت الخامس فرح تدعمك كل ما اقتربنا للأيام القادمة بتدعمك بقوة وصير في نتائج افضل على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة برضو اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى الشراكة ممتازة جدا وبتحمل نوع من انواع التقارب او المصالحة او حتى الاتفاق او انهاء مشكلة او تراجع عن قرار او يعني نوع من انواع التودد ما بينك وبين الشركاء ان كان شركاء مال او شركاء عاطفي زي الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء برضو بتعزز بعض النقاط الايجابية اللي الها علاقة بامور بنكية او اموال ما بتعود لك اموال الشريك فممكن تستفيد ماديا او تحصل على بعض الدعم او الاموال او امور الها علاقة بقرض او تسوية او تحسين وضع مالي معين الاجواء ايجابية وبتدعمك بشكل كبير وبرضو بتعطيك دافع على انه تكون جريء في طرح بعض الاشياء اللي بتتعلق بتحسين الوضع المالي اما بالنسبة للبيت التاسع الاجواء برضو بتشحنك بطاقة كبيرة اليوم على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع بعض الاشخاص وممكن تنجح بتعزيز علاقة معينة او تستفيد من مسألة معينة ممكن اليوم تسمع بعض الاطراء في بعض المسائل وممكن انه اليوم تنشط في امور الها علاقة بامتحان او مقابلة او دراسة او الاطلاع على مسائل الها علاقة اما بالسفر او الها علاقة بمعلومات ادارية او اشي بالاستراد والتصدير او اتصالات خارجية اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا يعني شوي بدك تكون منتبه على امور الها علاقة بالسمعة فممكن تتهدد سمعتك في بعض المسائل ولكن بايدك انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية وتتجاوب هاي الضغوطات برضو حاول تركز على مكان العمل والتصليح بعض الاخطاء او بعض الامور اللي كانت مربكة بالفترة الماضية فممكن تنجز اشياء ايجابية تساعدك خلال الفترة هاي وبرضو ممكن انك تعزز من سمعتك بشكل قوي اما بالنسبة للبيت 11 بيت الاصدقاء فهو بعزز نقاط الاتصالات والمواصلات والتنقلات والعزائم والدعوات والرغبة بالاجتماع بالمحيط او الرغبة بالخروج او النزهات او الزيارات بالفترة هاي فممكن برضو يتوجه لك دعوي لحضور حفلي او مناسبة او تنشط انت بزيارات معينة او اشخاص هم اللي يزوروك اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الاجواء ضاغطة على مستوى الاحلام والاوهام والوساوس حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وتتجاوز هاي الضغوطات الاجواء مش مناسبة للاحتداد والعصبية ولا مناسبة حتى انك تتشكك او تتوسوس على مجالين مجال العمل ومجال الصحة الصحة ان كانت تتعلق فيك او تتعلق في احد الاحبة برج الثور طبعا القمر رح ينتقل للبيت الرابع عندك فعشان هيك كل الضغط اليوم رح يكون على الامور العصبية وعلى امور القلق وامور الها علاقة بالبيت والعائلة وافراد العائلة بالنسبة للبيت الاول طبعا شخصيتك اليوم متقلبة في حدية في عصبية في توتر في قلق في شوية اشياء ممكن محيريتك ممكن متخوف من بعض الامور خلال هذا اليوم ممكن تنشط ببعض المسائل ولكن تبوء بالفشل او بالتأخير او بالتأجيل خلال هذا اليوم حاول انك ما تستسلم وكرر المحاولة اكثر من مرة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء ممكن على الوضع المالي تكون ايجابية يعني ممكن تشعر ببعض التحسنات خلال هذا اليوم او بعض الامور اللي الها علاقة بتطوير وضع مالي او الاهتمام بالمسائل المالية اللي ممكن تجيك من عمل اضافي او هبات او مساندات او نوع من انواع الدعم في اشخاص بقولك انا احنا الوضع المالي عنا احنا موليد برج الثور سيء هاي بتعطي فرص للاشخاص على حسب طبيعة حياتهم اذا انت بتتحرك وبتنشط والوضع الاقتصادي جيد واستغلتها جيد وهي فهي بتدعمك بقوة اذا ظلت نايم وقاعد في الدار وبتستنى ان الرزقة تيجي لحضنك فاعرف انه ما رح تستفيد من هاي الزوايا اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية اصبحت على مستوى البيت الثالث يعني بتعزز بعض النقاط بتعطيك سرعة بديهة عالية بتعطيك شوية صبر شوية مش كثير فحاول قدر الامكان انك تستفيد منها وتشحن حالك بطاقة ايجابية لانه اليوم انت مبدع بالحركة والنشاط والاقناع وسرعة البديهة والتواصل والدراسة حتى يعني تقريبا الاجواء ايجابية وبتدعمك بقوة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت ممكن اليوم تحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من افراد العائلة بتلمس بعض التوترات على الصعيد الشخصي او العائلي يعني ممكن تظهر شغلة او مشكلة او خلاف شوي وترك اهم اشي انك تتخلى عن مواقفك المتحفظة اتجنب العمليات الجراحية واخذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية او بعض الاهتمامات اللي بتتعلق باحد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي شوي الاجواء فيها نوع من انواع التقلب او الحساسية او العاطف السلبية او الحزن او التذكر موقف معين بتعلق باحد الاحبة شوي انه اليوم يوترك او يقلقك اشحن حالك بطاقة ايجابية وتجاوز هاي الضغوطات لانه مش من مصلحتك انك تضغط حالك سلبيا وخصوصا على المستوى العاطفي ممكن يصير تعطيل لمسألة الها علاقة بارتباط او تأجيل او مسألة الها علاقة بمواعدة الحبيب او موضوع بتعلق باحد الاحبة زي احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة على مستوى العمل فبتدعمك بقوة وبتعمل نوع من انواع التقارب الجيد على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية اللي بتتعلق فيك او بتتعلق في احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الشراكي شيئا ما يعني بتعمل نوع من انواع الاجواء الروتينية يعني بتعمل نوع من انواع التقارب او حل بعض المسائل او لبعض الخلافات وممكن تحمل لك بعض الايجابيات اللي تقارب ما بينك وبين الحبيب او بيدك وبين الشريك خلال هذا اليوم رغم انه ممكن يكون تحمل بعض الانتقادات اللي ممكن تتجاوزها اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة برضو على مستوى الاموال المشتركة فممكن اليوم تنشط في مسائل الى علاقة بقروض او ديون او سداد ديون او امور الى علاقة بدعم معين او طلب مساعدة معينة او نوع من انواع الدعم من بعض الاصدقاء او الاشخاص او معاملات او امور الى علاقة بالبنوك او بالضريبة او بالتأمين ممكن الطالب ببعض الديون او بعض المستحقات اللي لا اليك او بعض المساعدات اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء روتينية ما فيها اي شيء لا ايجابي ولا سلبي يعني طريقة تعاملك مع الاشخاص خارج البلاد او الاهتمامات بامور الى علاقة بالسفر او اشياء الى علاقة بالتنقلات او بالامتحانات تقريبا بتأديها بشكل روتيني على حسب طبيعتك فيه منك ورح ينشط في بعض المسائل صحيح ولكن اللي عنده امتحان او مقابلة او مناقشة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الايجابية على مستوى بيت السمعة فممكن اتعزز بعض النقاط او اتدافع عن سمعتك اليوم او تحاول تثبت للاشخاص اللي حواليك انه انت كفو في بعض المسائل فممكن انت تنشط في بعض المسائل الايجابية على مستوى العمل او تقارب بوجهات النظر ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء يعني روتينية على مستوى بيت الاصدقاء فتعملكم ما بينكم وبين الاصدقاء روتيني على حسب طبيعتكم ممكن تنشط ببعض المسائل اللي الها علاقة باللقاءات او الحوارات ولكن ممكن تستاء من تصرف صديق او افشاء سر او محاولة استفزازك في بعض المسائل من احد الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء مش وي بدها تدير بالك على بعض المسائل اللي الها علاقة بالعمل فما تخلي الاعمال تتراكم عندك وبرضو في نفس اللحظة اسعى بنشاط لحل كل مسائل العمل اليوم ومو فيه نوع من انواع الاهتمامات رح يتكون لك على مستوى الصحة او اصحة احد الاحبة برج الجوزاء طبعا اليوم انت مشحون بطاقة ايجابية القمر موجود في منزلة بده يصير في بيت حليف لايلك فبدعمك بقوة كل ما اقتربنا لساعات المساء او لمنتصف الليل اكثر فبتحس اليوم انه في عندك طاقة وبرضو في عندك اشياء ايجابية عندك تصميم على انجاز بعض الاعمال ممكن تتلقى اشارات جيد اليوم ممكن تسعى في بعض المسائل اللي انجازها وعدم التراخي في حلها ممكن ايشي العلاقة بالمناقشات او بالانجازات اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا اصبحت تتجه بالاتجاه الايجابي فممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالوضع المالي اما بتجد منفس معين او مشروع معين او دعم معين او ممكن يجيك مال من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع المستحقات اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون عندكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار بتطالعك فترة حافلة بالوجبات والمسئوليات على انواعها اهمش انك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تكثر الزيارات والتنقلات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت الشوي بتكون يعني فيها نوع من انواع التقلبات ممكن تستاء من تصرف احد افراد العائلة او موضوع معين حيرك او تقلق بشأن احد افراد العائلة او يكون في اعطال او اعمال منزلية شوي تكون مرهقة ولكن اجمالا عندك القدرة على انجاز الكثير منها ولكن برضو بنصحك انك ما تتحسس وما يكون لك ردات فعل سلبية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة اصبحت تقريبا فيها نوع من انواع التقارب الجيد او التعامل الجيد ما بينك وبين الاحبة في الفترة هاي شوية في حضوض بتدعمك في بعض المسائل وبتقارب ما بينك وبين الاحبة وبرضو ممكن ان يكون في نوع من انواع التعامل الجيد ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تاخد منحنة جيدة على مستوى العمل فممكن تنشاط في بعض المسائل العملية او تحقق بعض الانجازات خلال هذا اليوم وممكن تهتم باوراق او معاملات او مراجعات الها علاقة بالعمل او حل مسألة كانت معقدة على مستوى العمل وممكن يكون لك برضو بعض الاهتمامات الصحية اللي بتتعلق فيك او في احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة وبتعمل نوع من انواع التقارب في وجهات النظر ممكن تتراجع عن قرار او تحمل لك مصالحة او تلاقي على مسألة معينة بتجمع ما بينك وبين الحبيب بالفترة هاي بشكل ايجابي وقوي اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الاجواء مش بالقوة اللي بتتخيلها على مستوى القروض والديون والهاي ممكن تظهر بعض المساء المعقدي او المطالبات او ما زال في نوع من انواع القلق على دين او على قرض او على جمعية او على سداد او على مفاوضات لحل مسألة او لامور الها علاقة بالجدول الايام القادمة بتحمل لك اشياء ايجابية على المستوى هذا حاول انك ما تنفع لما تعصب وكرر المحاولة وانشط في هذا المجال ممكن تحقق بعض الانجازات اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع اشخاص قارج البلاد وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى امور امتحانات او دراسي او اطلاع على موضوع معين يعني عندك قدرة على انجاز كثير من المهام خلال هذا اليوم اهمش اذا كان عندك امتحان او مقابلة يركز بشكل جيد وما تتسرع بالاجابة وما تعتمد كثير على المعلومات اللي موجودة عندك حاول انك تدرس بشكل قوي اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء يعني شوي احسن من الايام الماضية بممكن تعزز من سمعتك او تقارب من سمعتك او تحل بعض المسائل اللي كانت معقدة بالفترة الماضية ممكن شوي تعمل تقارب ما بينك وبين زملائك بمجال العمل او رؤسائك بالعمل او حل المسألة بتتعلق بالعمل خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فشوي اليوم في نوع من انواع الحدية او العصبية في بعض المراكز او مع بعض الاشخاص او الاصدقاء فممكن اليوم تحتد او تعصب او تستاء من تصرف صديق ممكن لا افشاء سر او لا موضوع الى علاقة بالحوارات او النقاشات او ممكن انه يتدخل او يكون فضولي يحشر حاله بمكان بحياتك يعني او انك تطلب منه مساعدي ويحاول انه يتملمى هيك وحاول يتراخى او يتراجع عن مساعدتك اما بالنسبة لابتك 12 فالاجواء جيدة اليوم تدعمك على مستوى العمل على مستوى الصحة شوي ممكن تظهر بعض الضغوطات على مستوى العمل يعني يكون العمل زيادة او متراكم عندك ما تخليه يتأجل لليوم الثاني وبرضو اي ظهور لاي مسائل صحية حاول تهتم فيها وما تهمشها ممكن يصير فيه قلق على احد افراد العائلة او على احد الاحبة صحيا او مراجعة صحية بتتعلق فيه برج السرطان طبعا اليوم النفسية بتتجه بالاتجاه الاحسن تشعر بطاقة اكثر تشعر بنوع من انواع الارتياح اكثر عندك مخططات كثيرة عندك افكار داعمة ممتازة سرعة البديهة عندك عالية عندك رغبة بالتغيير او احداث التغييرات بالفترة هاي بانطلاقة او تغيير او الاختلاط بالمجتمع اما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد جدا وبيدعمك بقوة خلال هذا اليوم على مستوى او امور الليها علاقة بالوضع المالي فالفترة هاي فيها فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بتكون تحذروا من اي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي اهمش انك ما تتسرع بتوظيف الاموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ اهم اشي انك تتفائل الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة اهم اشي انك تركز اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بتنشط بامور الها علاقة بالتنقلات بالسفر بالرحلات بالخروج بنزهة بتغيير الجو بالنقاشات بالحوارات حتى بامور التسويق برضو جيدة اهتمامات عالية في امور الها علاقة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات والسيارات وامور الها علاقة برضو بالكمبيوترات والانترنت والتليفونات اهم اشي اذا عندك امتحان او مقابلة بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء العائلية جيدة اليوم يعني في نوع من انواع التقارب الجيد العائلي بيحمل لك بعض الاشياء او الفرص الممتازة اللي بتقارب ما بينك وبين افراد العائلة ممكن تنشط بلقاء او حوار او تنشط بحل مسألة معينة وممكن تقارب ما بينك وبين الافراد العائلة بشكل قوي وممكن يكون لك تعامل جيد ما بينك وبين اخ او جار اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء العاطفية بلشت تتحسن بشكل ايجابي وتدعمك على بعض المسائل اللي لها علاقة اما بالتجميل او لها علاقة بالامور العاطفية او لقاء الحبيب او الخروج خلال هذا اليوم مع الحبيب ولكن الاهم حساسيتك بتكون عالية فما تتحسس او يكون لك ردات فعل سلبي بالفترة هاي امسك اعصابك قدر الامكان ممكن اليوم يكون لك تعامل او تفاعل ما بينك وبين اخ او ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا تاخد منحنة جيد على مستوى العمل فاليوم ممكن تنجز بعض الاعمال المهمة والضرورية او تسعب تحسين عمل او تقديم طلبات او مقابلات او اهتمام بمسألة شوي الها علاقة بمستقبلك العملي وفي منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية او اهتمام ببعض الادوية او مراجعات طبية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء ما زالت بتحمل بعض المشاحنات عند بعض موليد برج السرطان بينهم وبين الشركاء شركاء المال شركاء العاطفة وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم اكثر ناس بشعروا بالضغط اما العشريتين الاولى والثانية الاجواء بتكون احسن والطف وفي نوع من انواع التقارب الجيد ما بينهم وبين شركائهم وممكن يوضعوا العلاقة بشكل قوي ما بينهم وبين الازوج اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء بتدعمك اليوم على مستوى الاموال المشتركة فممكن تعزز بعض النقاط القوية او الطالب بدين او قرض او تسعى في تطوير مسألة مالية او حتى انك تحصل على بعض الاموال كنوع من انواع الدعم لمشروع او اشياء كمساعدة لانجاز بعض الاشياء المهمة اللي كانت متراكمة عندك بالفترة الماضية بعضك رح يهتم بمسائل الهلاقة بوثائق او معاملات او امور بتتعلق في بنك او ضريبة او تأمين اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء روتينية فبتتعملوا باتصالاتكم الخارجية او تواصلكم مع اشخاص خارج البلاد بشكل روتيني حتى اللي عندهم قضايا بالمحاكم بالفترة هاي يعني بس انو بروح بحضر الجلسة وبروح ما فيها حسم او ما فيها بت في الموضوع واذا تم البت بتصير على حسب تاريخ رفعك للقضية ولكن اجمالا الاجواء مستمرة ومساعدي ممكن تطلع على بعض الامور او مسائل علمية او نقاشات او حوارات او دراسة لمسألة معينة اما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة بيعطيك دفعة للمغامرة والمخاطرة حاول انك ما تحتد وما تعصب اثناء تعاملك مع زميلك او مع رئيسك بالعمل ما تتأخر عن دوامك ما تستاء من تصرفات بعض الزملاء او رؤسائك ممكن تحمل عبئ كبير او تفكر في مشز اللي بتتعلق بالعمل بالفترة هاي ممكن تكون جريء في امور الها علاقة بالمقابلات او المشاورات او استغلال بعض العلاقات لانجاز بعض الاشياء المهمة خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى بيت الصداقة فاليوم بيحملك اما خروجة او لقاء او مغامرة ما بينك وبين احد الاصدقاء ممكن تخرج في نزهة او دعوة لزيارة او لحفلة او لمناسبة الاجواء دعمة باللقاءات ما بينك وبين الاصدقاء اما بالنسبة لبيتك 12 فبيتك 12 تقريبا نقدر نحكي انه ايجابي يعني بيدعمك على انجاز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وبعمل نوع من انواع الاهتمام بالصحة بشكل جيد وبرضو ممكن تهتم بصحة احد الاحبة او تقوم بزيارة الى مريض مثلا في مستشفى او مثلا تهتم بصحة احد الاحبة برج الاسد طبعا كل ما اقتربنا لساعات المساء اكثر كل ما صار الجو احسن كل ما شعرته بطاقة افضل كل ما حسيته انه الامور بلشت يعني تاخذ منحنة جيد بالنسبة لالكم اليوم تبدأوا فترة افضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي بتقدروا توضحوا وجهة نظركم والاهتمام بمظهرك بتشعر بالحماس الفائضة وبتنشط او بتنشغل بوضع حجر اساس لفكرة او لمشروع جديد بتملك افكار باهرة وحلول مذهلة بالفترة هاي ممكن تبدأ صفحة جديدة في حياتك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى الاموري المالية لسا بدها كمان يوم او يومين لا تبلش تتحسن بشكل ايجابي فممكن بعضكم يحصل على بعض مكاسب مالية او يضع بعض الحلول لبعض الازمات المالية بالفترة هاي ممكن تنشط لحل بمسألة شوي كانت معقدة ماليا في منكم ممكن يحصل على بعض الدعم او بعض المستردات او الهيبات المالية خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات سرعة بديهتك عالية وخصوصا مع ساعات الصباح بتشعر فيها بشكل اكبر بتنشط بكثير من اللقاءات والاتصالات اليوم برضو بتقدر تناقش بثقة سرعة بديهتك عالية وبرضو عندك رغبة بالانطلاق والحركة بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الاجواء لسه ما زال فيها اليوم يعني هي جيدة ولكن برضو بتحمل بعض المشاحنات او الضغوط او القلق من مسألة بيتية او عائلية او عقارية فممكن يعني شوي هيك تقلق من مسألة معينة او على احد الوالدين او الاحبة او تعامل ما بينك وبين اخ شوي يكون فيه نوع من انواع المشاحنة اهم اش انك ما تدخل في مواجهات بالفترة هاي حاول تحل كل هاي المسائل بدون تسرع ولا انفعال اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء قوية وبتدعمك بقوة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الاحبة او تواصل جيد ممكن تحل بعض المسائل المعقدة او يعني تتقارب بشكل قوي جدا ما بينك وبين احد الاحبة او مثلا ابن او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الاجواء فيها نوع من انواع التقلب على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فعشان هيك ما تخلي اعمالك تتراكم وما تخلي نوع من انواع الاحباط يصيبك ما تتكاسل بانجاز اعمالك برضو ركز اثناء تأدية اعمالك خوفا من الاخطاء وبرضو خلي الرقابة الصحية تكون موجودة دائما اذا شعرت بايشي غير اعتيادي حاول انك تراجع طبيبك اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية والازواج فهو جيد يعني بيدعمك وبيعمل تقارب جيد رغم انه طاقتك ضعيفة تضعف شوي من طاقتك لسه ما انشحنت بالطاقة لانه الشمس لسه بدأت بكرة تنتقل لعندك وبدأها فترة لتشحن كل مولود بيوم عيد ميلاده اكثر فاكثر فعشان هيك يحاول انك انت يعني شوي ما تبادر في اي مساء القانونية بالفترة هاي عشان يعني الفترة لسه مش لصالحك برضو ما تدخل بخلافات حدي ما بينك وبين الشركاء قارب بوجهات النظر وما تصدر قرارات ممكن بالفترة القادمة يطلب منك الوضع انك تتراجع عنها اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء بتدعمك على بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم فممكن تهتم ببعض المسائل او استرداد بعض الاموال او المطالبة بحقوق لا اليك او حتى البحث عن دعم معين الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية بتساعدك في بعض المسائل ولكن ان اضطريت اليوم للتوقيد على عقد او طرح مشروع معين او مناقشة مسألة مالية ادرسها وراجعها وافهمها واحفظها واستشير فيها عشان تكون نتائج ايجابية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو بعزز بعض الاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بمناقشة معينة او ممكن تتعامل ما بينك وبين شخص خارج البلاد يكون شيء ملفت للنظر او يحدث شيء ملفت للنظر اما فكرة للمستقبل او مشروع مستقبلي او اشي الى علاقة بسفر او الى علاقة باستحداث امر الى علاقة بالاستراد والتصدير والمراسلات او علاقات عامة مع اشخاص خارج البلاد اما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمع الاجواء جيدة بتدعمك بقوة بتعزز من ثقتك بالنفس برضو بتدعم من علاقتك في مكان عملك وعلاقتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل بشكل قوي اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء داعمة على مستوى بيت الاصدقاء الفترة هاي ناشطة باللقاءات والعلاقات والمعارف والزيارات فممكن اليوم تهتم بمسألة الى علاقة باحد الاصدقاء او لقاءه او التواصل معاه او حل المسألة كانت صعبة ومعقبة بالفترة الماضية اليوم من خلال مساعدتك او مساعدة صديق للك ممكن تتجاوزها او ممكن انت تبادر باكتر من لقاء خلال الفترة هاي اما بالنسبة لبيتك 12 ما زالت الاجواء شوي يعني الاجواء ايجابية ومش ايجابية فعشان هيك بتحدث بعض التقلبات على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فراقب عملك بشكل جيد ادرسه بشكل جيد العباء لسه ما انحلت يعني مش سحر الموضوع لسه في بعض المشاكل على مستوى العمل نفسيتك احسن حاسس بالامل للفترة القادمة افضل فممكن انك تحقق نتائج وبرضو راقب وضعك الصحي ام ممكن القلق يكون على صحتك او على صحة احد الاحبة برج العدراء طبعا انتو بلشتو هسا فترة صعبة فترة ضاغطة السبب انو او الاشي الشمس موجود في بيت المتاعب تنتقل لبيت المتاعب للأسد القمر موجود في بيت المتاعب فهذا الاشي طبعا كل سنة في هاي الفترة بتشعروا بهاي الضغوط في اشخاص من برج العدراء حسب طالعهم ممكن ما يحسوا بهاي الضغوط بشكل كبير ولكن اجمالا هي على جميع موليد برج العدراء بتكون الفترة هاي ضاغطة لغاية ما يجي عيد ميلادكم ماشي في ايام بتكون فيها ايجابية يعني مش كل الايام سلبية ولكن هاي على حسب حركة القمر وبتكون يعني مش بكل الاوقات ولكن الاجمال انو بدك تحط في بالك انو هذا الشهر مخيب للامال في اشياء كثير ممكن انها تتأجل او تتغير او تلتغي يعني او يصير بعض التعطيلات عليها او تحس بعض المشاكل لانها هاي مصفات السنة يعني هاي الفترة اللي بتغربل فيها كل ملفات السنة الماضية عشان تبدأ بمرحلة جديدة اللي بدو يجي مثلا من موليد برج العدراء يقول لا انت وعدتونا في بداية السنة انو المشتري وهاي سنت الحضوض وسنت الامور الممتازة وما شفناش اشي والله انا حلقتي لسه موجودة على الانترنت انا حكيت فيها فلا قلت راح تكون سنة وردية ولا قلت انو راح تكون السنة مميزة لالكو وشرحتها بشكل بسيط وتهاجمت حتى من موليد برج العدراء لما انا حكيت انو السنة هاي محبطة لاني خلفت كلام كثير من الاشخاص فعشان هيك تعتبوش علي لانو مش انا اللي بحرك الكواكب هذه كلها ارادة رب العالمين في الامر هاد وهاي مراحل بتمر على كل الابراج كل شهر لما بكون الشمس موجودي في البرج اللي قبله بتكون فترة ضاغطة عليه وبما انو الفترة هاي القمر موجود والشمس موجود معناته النفسية شوي بتكون متقلبة بتشعر ببعض التقلب او عدم الثقاء او شوي بالاحباط او الملل من بعض المسائل بتحاول انك تسعى انك تخلل اوضاع روتينية شوي او اهتمامك روتيني ممكن شوي تنزعج من بعض المسائل ولكن دمعتك سريعة بكائك سريع عصبيتك شكوتك كلها بتكون ظاهرة بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثاني الاجواء اليوم يعني شوف ضغطتك على المستوى النفسي ولكن على المستوى المالي اذا ركزت بشكل جيد ممكن تحقق بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم او يكون لك بعض الفوائد المالية او بعض الانجازات كمطالبة مالية او اهتمام بمصاريف او بديون او بقروض او بتسويات معينة في منك رح يحصل بعض المكاسب اللي بتيجي عادة من عمل اضافي اما بالنسبة للبيت الثالث فهو هنا بشحنك بالعصبية وردات الفعل السلبية والتقلب بالمزاج حاول قدر الامكان تشحن حالك بطاقة جيدة ما تعصب وما تستفز اي شخص حواليك وما توجه الانتقادات حاول تراجع الامور بشكل عقلاني اكتر ركز اذا كان عندك امتحان او مقابلة ما تندفع وما تتهور اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا شيئا ما مطمئنة بتحمل نوع من انواع الايجابية او التقارب بوجهات النظر او التقارب ما بينك وبين افراد العائلة فممكن تحل مسألة معينة او تكثر بالزيارات او التواصل العائلة او اهتمام بافراد العائلة او اعمال منزلية او اشياء لها علاقة ببعض الترتيبات البيتية او العائلية خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الاجواء بتسبب نوع من انواع التوتر او الحدية بالطباع اثناء التعامل مع الاحبة فممكن تنزعج من تصرف الحبيب او من احد الابناء او احد الوالدين وممكن تعاتب او يعني شوي تشعر بنوع من الامتعاض بسبب تصرفاته او اهماله او تقصيره او حتى تقصيره اتجاهك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء اجمالا تحمل نوع من انواع الايجابية البسيطة وخصوصا من ساعات الصباح بتشعر فيها ممكن الليلة يعني من الان تتراكم بعض الاعمال او تحس انه في عندك كثير من المسئوليات او الاعباء بكرة ولكن بكرة رح تتفاجأ انه الاجواء رح تكون فيها بعض الايجابيات اللي تساعدك على انجاز بعض الاعمال وبرضو بعض الاهتمامات الصحية او مراجعات طبية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا تاخذ منحنة شوي بيعمل نوع من انواع ردات الفعل السلبية او العصبية او الحدية او الانتقادات او الخلافات ما بينك وبين الشريك فممكن تحمل لك ردة فعل سلبية او مناقشة حدية او حتى تستاء من تصرف او من قرارات الشريك او الزوج خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء ممكن تفتح لك بعض المسائل او بعض الاهتمامات في امور الها علاقة بالاستحقاقات المالية او المستردات المالية او القرون او الديون او جدولة الديون او ترتيب بعض المسائل اللي الها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين او مطالبة بحق يعني الو علاقة باموال مشتركة يعني اموال مش اليك فممكن تطالب فيها او تحاول انك تحصل على جزء منها اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء يعني بتدعمك بشيئا ما على مستوى الاتصالات البعيدة ولكن ممكن يجيك خبر من خارج البلاد مزعج او مسألة قانونية ما تمشي بالشكل اللي انت بدك اياه يعني تكون ضاغطة عليك شوي وممكن تستاء من امتحان او من مقابلة او من نتيجتها حاول انك تدرس وتركز اذا كان عندك مناقشة او امتحان خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى العمل فهي بتحملك فرص لعمل او لمقابلات او لامور الى علاقة باشخاص بدعموك في مسألة الى علاقة بالعمل او التفكير بعمل جديد وفي منكه رح ينشط في مكان عمله ويعزز من علاقاته على مستوى العمل وخصوصا ما بينه بين زملاء او رؤساء بالعمل الفترة هاي بتحمل اشياء ايجابية على مستوى النشاط بالعمل المشترك اما بالنسبة للبيت 11 فالاجواء يعني شوي بتحمل بعض التقلبات اه على مستوى بيت الاصدقاء الاجواء مش جيدة يعني بتحاول انك تعتزل او تبتعد عن الاضواء قدر الامكان بتعمل بس اللي هي العلاقات الضرورية والاتصالات الضرورية ما بينك وبين الاصدقاء بالفترة هاي ولكن ما بتحب انك انتي تختلط كثير او بتبعد شوي او بتحجم عن طريقة التعامل ما بينك وبين بعض الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا القمر بما انه موجود والشمس رح تنتقل بتبدأ ضغوطات من اليوم بسيطر التعب عليكم حاول تنظيم امورك والمحافظة على صبرك المعهود اثناء تصريف امورك والتعامل مع الغير حاذر من الافكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب امالك او تتأخر اعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار ولا تكون لجوج ممكن يخذلك الحظ في بعض المسائل برج الميزان طبعا على المستوى النفسي الاجواء ايجابية وبتدعمك بقوة اليوم نفسيتك احسن القمر بده يتواجد في برج حليف لا اليك فبتحس ان ثقتك بنفسك عالي اهتماماتك بنفسك عالي ممكن تهتم ببعض المسائل الشخصية او التجميلية او الاهتمام بنفسك اكثر خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فممكن تظهر بعض المسائل اللي شوي تكون مربكة على المستوى المالي اما ضغوطات او التزامات او ضفعات او مصاريف او مطالبات مالية او تهتم انت بمشترى اشياء ممكن تكون عبئ عليك حاول تركز بشكل جيد ما تلتزم باشياء انت مش قد الالتزام فيها للفترة القادمة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتدعمك على مستوى النقاشات والحوارات سرعة بديهتك عالي حاب تطلع وتتغير جو تختلط بالمجتمع تتنقل عندك يعني دافع قوي جدا للتغيير بالفترة هاي ممكن تنجز بعض الامور المهمة او يكون لك بعض الاهتمامات الرائعة ممكن تقنع اي شخص بوجهة نظرك تبدع اليوم في الحركة وبرضو بالاقناع اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت شوي فيها نوع من انواع التوتر ما زالت الاجواء ضاغطة شوي وخصوصا للعشرية الثالثة من موليد برج الميزان هم اللي بشعروا فيها اكثر اشي اللي يتوتر المنزل او مشكلة على مستوى البيت او تقلب بالمزاج او قلق على احد افراد العائلة او امور الى علاقة بالاعمال المتراكمة او ضغط عائلي بكون كبير عليه اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي شوي اليوم تاخذ منحنة يعني شوي فيه نوع من انواع الصعوبة او الحساسية للزيادة او القلق للزيادة على احد الاحبة او احد الابناء او احد الوالدين ولكن اجمالا الاجواء اذا شحنت حالك بطاقة ايجابية بصير فيه جو عاطفي جيد او تلاقي ما بينك وبين الحبيب ابعد عن الخلافات قدر الامكان اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل جيدة فاليوم تنشط في بعض المسائل العملية فممكن تعزز بعض النقاط القوية او تنجز بعض الاعمال بشكل جيد اهم اشي انك ما تخلي الاعمال تتراكم عندك وما تتأخر عن دوامك وما تدخل بخلافات في مجال العمل ممكن اليوم يكون لك بعض الاهتمامات الصحية او تشعر ببعض التوعكات او التقلبات الصحية اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفية فهي جيدة يعني بتعزز من شراكاتك من ثقتك بالنفس قوة التواصل عندك عالية جدا برضو بتدفعك على نوع من انواع ممارسة السلطة او الاندفاع او التهور اثناء التعامل مع الشريك بالنقاشات او الحوارات امسك عصابك قدر الامكان وما تعصب وما تثير المشاكل عشان ما تصير خلافات ما بينكم وخصوصا ما بين الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى بيت الشراكي فاليوم ممكن تظهر بعض المسائل المفاجئة اللي الها علاقة ببنك او ضريبة او تأمين او اهتمام بمسائل مالية او تسعب للتحصيل على قرض او تسوية او حتى شيء شراءه بالاقصات او الاهتمام ببعض التسويات المالية في منك رح ينشط بمسائل بنكية او ضريبة او تأمين بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او امور لها علاقة بدراسة او بحث او اهتمامات شوي بتطلب منك شوي الجهد بالفترة هاي اذا عندك امتحان او مقابلة حاول انك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء يعني تقريبا بلشت تاخد منحنة جيد احسن من الفترة الماضية على مستوى العمل على مستوى السمعة بتدافع عن سمعتك بتعزز سمعتك بالفترة هاي برضو الها اشياء على مستوى مقابلة عمل تقديم لعمل الفترة هاي برضو بتشجعك وبرضو بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 الاجواء طبعا اليوم جيد اجتماعيا فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة بتكون ترقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة الخاطر بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وبتعرف لقاءات داعمة بالنسبة لها اليك لا تماطل بل تشجع على العمل الجماعي اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الاجواء شوي بتضغط على بعض المسائل اللي الها علاقة بالعمل او بالصحة او تقلبات بالمزاج يعني حاول انك انت ما تراكم الاعمال داوم بموعدك ما تفتح خلافات على مستوى العمل وبرضو بدك تهتم بصحتك وممكن اليوم يكون لك بعض الاهتمامات بصحة احد الاحبة او زيارة او عيادة مريض طبعا اليوم بتتركز الامور كلها على العلاقات الاجتماعية وبرضو على امور لها علاقة بالسمعة وعلى امور لها علاقة بالعمل بالنسبة للبيت الاول تقريبا منقدر نحكي انه في ضغط نفسي عندك اليوم متوتر او عصبي او قلق من مسألة معينة ممكن تنشط في بعض المسائل ولكن بظل القلق مسيطر عليك وانتي مش عارف ايش سبب هذا القلق والخوف ايش حنحالك بطاقة ايجابية واطلع من هاي الضغوطات وما تخلي هاي النفسية انها تسيطر عليك خلال هاي الفترة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على المستوى المالي يعني بتدعم بعض المسائل المالية اليوم او تهتم ببعض المصاريف او ترتيبات مالية او تهتم ببعض الامور اللي الها علاقة بالمستردات المالية او العمل الاضافي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات وبتقارب ما بينك وبين بعض الاشخاص فممكن تنشط بطلعة او خروجة او اتصالات كثيرة او يعني ممكن تهتم ببعض المسائل اللي تكون ايجابية ولمصلحتك بالفترة هاي اللي لها علاقة بالامتحانات او بالسيارات او بامور اللي لها علاقة بالاتصالات والمواصلات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء بلشت تأخذ اتجاه جيد باتجاه البيت يعني فيه نوع من انواع الاستقرار فيه نوع من انواع الهدوء فيه نوع من انواع الانجازات على مستوى العائلة فيه تقارب بوجهة النظر الاجواء ايجابية بتساعدك برضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات او بعض المشتريات او الديكور او بعض الاهتمام باثاث معين للمنزل او بعض النواقص اللي بتطلبها البيت اللي بتحاول انك انت تشتريها بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء شوي فيها نوع من انواع الحدية او تقلب بالمزاج اليوم ممكن تستاء او تحتد بسبب تصرف احد الاحبة ممكن شوي تقلق على احد الابناء او احد الوالدين ممكن شوي الظروف تكون ضاغطة ببعض المسائل حاول تنجز الامور بشكل جيد وبرضو في نفس اللحظة خلي في نوع من انواع تعاون جيد ما بينك وبين الاحبة بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل الاجواء جيدة فبتدعمك اليوم ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة على مستوى العمل وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية اللي بتتعلق فيك او في احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى الشراكة فبتعزز من علاقتك وبتقارب ما بين علاقتك بينك وبين الشريك فممكن تنجز بعض المسائل الجيدة او تعمل تقارب ما بينك وبين الشريك او تحل مسألة كان فيها بعض الخلافات في الفترة الماضية اليوم تتضح الرؤية وتقدر تحلوها اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة على مستوى القروض والديون والاشياء اللي الها علاقة بالاقصات او الجمعيات او الدفعات يعني كل الاهتمامات هاي اليوم ممكن انك تنجز بعضها او تهتم ببعض التسوي لبعض المعاملات او تأقصى تتحاول انك تجدولها او تطلب دعم معين او نوع من انواع المساعدات الجيدة اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء ما زالت يعني فيها نوع من انواع ضغط ولكن اجمالا جيد اليوم بلشت تتحسن بشكل قوي فبتساعدك على مستوى الاتصالات والحوارات والاتصالات البعيدة تواصل مع اشخاص خارج البلاد اهتمام بامتحان او دراسة او امتحان بنقاش معين اذا كان عندك امتحان او مقابل اليوم حاول انك انت تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل فترى مناسبة لللي بيبحث عن عمل هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها اذا شعرت ببدايتها اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فهو جيد بيدعمك اليوم للتلاقي او للتقابل او لمرافقة بعض الاصدقاء او لخروجة او دعوة لحضور حفلة او مناسبة يعني في دعم او في لقاء معين مميز بتجمع ما بينك وبين اصدقائك بشكل قوي اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء ضاغطة شوي فعشان هيك برضو بدك تكون منتبه لامور الها علاقة بالعمل او يتراكم العمل عندك او تتكاسل في بعض المسائل او تشعر بالتعب اللي ممكن يراكم عندك بعض الاعمال يهتم بصحتك بشكل جيد ممكن اليوم يصير فيه نوع من انواع القلق على صحتك او على صحة احد الاحبة برج القوس طبعا اليوم الاجواء كل ما اقتربنا لساعات منتصف الليل كل ما الاجواء صارت احسن النفسية بتصير احسن تنشحنه بطاقة اكثر بتحسن نفسيتك تغيرت صار في عندك طاقة كبيرة رغبة بالتغييرات رغبة بالاهتمام بنفسك اكثر حتى بالتغيير على مستوى ممكن قصة الشعر او حتى اللباس او الهندام او المظهر الخارج لا اليك او امور الها علاقة بالتجميل اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء يعني ما زال فيها بعض الاشياء المربكة اللي الها علاقة بالمال يا انها بتتراكم عندك بعض المسائل المالية يا اما انه قلق مالي يا اما التزامات زيادة يا ضعف في المدخول المالي يعني فيه اجواء ضاغطة على المستوى المالي او المصاريف لزيادة او الارتباك من بعض الضغوطات المالية الفترة الجاي بتتحسن الاجواء بشكل ايجابي وبتدعمك باقوى بالحظوظ وبتحسين بعض الامور المالية بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والمواصلات بتقدر تقنع اليوم بوجهة نظرك بتناقش بجراءة سرعة البديهة عندك عالية عندك رغبة بالكلام والانطلاق والحركة يعني حابب انك تخرج حابب تغير الجو حابب انك انت تسوي كثير من الامور نشاطك عالي جدا مشحون بطاقة عالية جدا وبرضو عندك يعني رغبة للدراسة والتعلم قوية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء شوي ممكن تسبب لك بعض المشاكل او الخلافات على مستوى البيت او نقاش او حدية او موضوع يكون مربك عائلي يعني تظهر بعض المسائل اللي الها علاقة بالاعمال المنزلية او الاعطال ممكن شوي تخلي عندك نوع من ردات الفعل السلبية حاول انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية وتبتعد عن الخلافات قدر الامكان وتستفيد من ايجابيات هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم انت عندك يا طاقة عالية جدا على مستوى التقرب من الاحباء وتعزيز العلاقة معهم ممكن التقارب يكون جيد بالفترة هاي الخروج والنزهة والفسح والتلاقي مع الحبيب رغبة بتقابل مع الحبيب التواصل مع الاحبة مع احد الابناء او الوالدين يعني كل هالاجواء شوي بيكون فيها نوع من انواع الايجابية اللي بتساعدك وخاصة كل ما اقتربنا لساعات الصباح اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء شوي على المستوى الصحي ممكن تراكم عندك بعض الاعمال وتضغطك برضو صحيا ممكن شوي تحس ببعض الاختلافات او بعض التعب او الارهاق ممكن يعني شغلات عابرة تكون ولكن الاهم انك ما تهم العملك وما تقصر فيه واركز بشكل جيد اثناء تأدية عملك خوفا من الاخطاء او الاعطال اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة بتدعمك على مستوى بيت الشراكي فممكن تقارب ما بينك وبين الشريك او تعمل مصالح مثلا او مرافقة او تراجع عن قرار سابق او مثلا تبادر بعملية تقريب وجهة النظر ما بينك وبين الشريك وخصوصا ما بينك وبين الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن الاجواء شوي ممكن تظهر بعض المسائل او الاهتمامات المالية اللي شوي تكون مربكة على مستوى اقصاط وديون ومستردات مالية اموال اليك بالطالب فيها اوراق قانونية معاملات بنوك محاكم الها علاقة برضو بالنظر المالي ممكن هاي شوي تكون مربكة بالفترة هاي ولكن نتائجها بتكون ايجابية ولصالحك في كثير من الاوقات لانه بلشنا نطلع من الزوايا السلبية فبلشت الامور تاخد منحنة ايجابية لاتجاهك اهمش انك تستغل الفرص وتجهز اوراقك معاملتك ما تتكاسل فيها وما تتردد برضو من اعادة المحاولة في بعض المسائل اللي بتتعلق في الاموال المشتركة اما بالنسبة للبيت التاسع بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر واتصالات بعيدة ممكن تشارك في حملة او ورشة عمل بتشتد رغبتك بالتقرب من احبائك وتعزيز العلاقة معهم ممكن تخرج في رحلة او تفرح لانفراج او تسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة حيوية وحماسة لمتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل الجيد مع المحيط اما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتعزز وبتدافع عن سمعتك بشكل قوي ممكن تتواصل مع بعض العلاقات او بعض الاشخاص لاستشارتهم في بعض المسائل وممكن يكون لك تواصل جيد مع زملائك مع رؤسائك بالعمل اللي بيقدم على عمل بالفترة هاي يعني الاجواء ايجابية وبتدعمك اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالاجواء جيدة وبرضو بتقارب ما بينك وبين الاصدقاء ممكن تجد بعض الحلول لبعض المسائل ممكن تتواصل انت او اصدقاء او تلاقيهم او تتقابل معاهم ممكن تخرج برحلة او بنزهة او بتقوم بزيارة مشتركة او مثلا خروج هيك بدعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب الاجواء تقريبا جيدة اليوم بتساعدك على انجاز كثير من الاعمال صحيح انه ممكن تظهر بعض التعوكات الصحية او بعض التراكمات على مستوى العمل ولكن اجمالا انت بتقدر تنجزها بكل ثقة بالنفس وكل سرعة بديها وبكل نشاط برج الجدي يعني اليوم انت مشغول بكثير من المسائل رغم انه الاجواء بلشت تاخد منحنة ايجابي بالنسبة للك ولكن ما زال في نوع من انواع القلق او التوتر او السلبية او الافكار السوداء او التشاؤمية موجودة عندك اطلع من هذا القالب اليوم حاول انك تنطلق حاول تغير من نفسيتك من معنوياتك اتشحن حالك بطاقة ايجابية عشان تكسب من بعض الامور اللي ممكن تكون لصالحك صحيح ان الفترة هاي افضل من الفترة اللي قبل ولكن كل ما اقتربنا بالايام القادمة بتصير الاجواء احسن واحسن ان شاء الله تعالى اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا جيد اليوم على المستوى مسائل مالية ممكن تظهر بعض التطورات اللي تلفت نظرك ممكن تحل بعض المشاكل المالية ممكن تظهر بعض الفرص لدعم معين او لتحصيل مالي او لتحسين الوضع المالي ممكن تنشطوا في عمل اضافي وتحصلوا اموال او تستردوا اموال للكم او تكون بعض المبادرات او الاخبار اللي بتبشر للفترة القادمة انها رح تكون لصالحك اما بالنسبة للبيت الثالث شوي المزاج ما زال في بعض التقلبات والعصبية او الحدية او التشاؤمية اشحن حالك بطاقة ايجابية وانطلق اليوم ما تهدأ حاول انك تكرر المساعي والمحاولات لانجاز كثير من الاعمال حاول انك تنجز كل المطلوب منك خلال هذا اليوم ممكن يصير لك بعض الاهتمامات او بعض الاعطال على مستوى امور الها علاقة بالسيارة او الها علاقة بالهاتف بالانترنت بامور الها علاقة بالتنقلات بالاتصالات ما تعتمد على الحضوض اذا كان عندك مقابلة او امتحان بدك تركز بشكل جيد وتعرف شو اللي بدك اياه ويبعد عن العصبية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا بلشت تستقر يعني صار فيه نوع من انواع الايجابية بتدعمك بتقارب بينك وبين افراد العائلة ممكن تحل بعض المسائل اليوم او تتواصل انت وبعض الاشخاص بشكل ايجابي ابتدعمك بشكل قوي ممكن اليوم تجتمع انت وافراد العائلة على قرار معين او تتواصل انت وافراد العائلة على اصدار قرار معين اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء العاطفية تقريبا نقدر نحكي انها جيدة عند البعض بشكل كبير يعني عند اغلب موليد برج الجدي فبتساعدهم للتلاقي والتقارب ما بينهم وبين الاحبة ممكن تتراجع عن قرار سابق ممكن يتعزز علاقتك بالحبيب خلال اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل الي بتتعلق باحد الابناء او احد الوالدين ممكن يعني شوي هيك يكون في نوع من انواع الخوف او التردد في اصدار بعض القرارات او تحس حالك شوي بدك تتحكم بالحبيب بالفترة هاي حاول انك تبعد عن الانانية اما بالنسبة للبيت السادس الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الانجازات على المستوى الصحي او الرقابة الصحية او الاهتمامات الصحية يعني ممكن مراجعة طبيب ممكن تطلع نتائج ايجابية يعني شوي تلاقي انه اللي كنت خايف منه او اللي بتتوسوس منه كله راحة باء منثورة يعني ما تحققت وسوسك يعني لقيت انه الامور بعكس تخيلاتك اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الاجواء جيدة يعني شيئا ما بتقارب ما بينك وبين الشريك صحيح الاجواء الروتينية يعني بتتعامل بشكل روتيني بتحل الامور بشكل روتيني الاجواء تقريبا فيها نوع من انواع القرارات الايجابية اللي بتقارب ما بينك وبين شركائك بالمال والعاطفي ممكن تشعر بالتودد او تساعد شريكك بمسألة معينة او تتعاطف مع الزوج في مسألة او بضغط معين بيعاني منه بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم بتعيد تنظيم اموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى يجب الحذر من اي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل او قرض او تحصل على تسوية اللي كنت تحلم فيها بالفترة الماضية ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات صعبة عالج الشؤون العائلية المهمة وما تخليها تتراكم اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن تنشط بلقاءات او باتصالات او بامور دراسية او بحث معين او تتعلم مسألة جديدة تكون لصالحك بالفترة القادمة المسألة بحاجة ليومين وبعدين الاجواء بتصير تدعمك بشكل اقوى فبتحس بالنتائج بشكل اقوى وبتحقق نتائج يعني اللي انتي بترغب لها بس حاول انك تبدأ من اليوم اما بالنسبة للبيت العاشر الاجواء جيدة بتدعمك على مستوى بيت السمعة بتقارب من علاقاتك من معارفك بتحل بعض المسائل بشكل قوي ممكن تستشير بعض الاشخاص في بعض المسائل او يساعدوك في بعض المسائل ممكن يصير في نوع من انواع التعامل الجيد ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل او تنجز عمل كان صعب انك تنجزه بالفترة المضغي اما بالنسبة لبيتك 11 الاجواء بينك وبين الاصدقاء برضو قوية فاليوم ممكن تنشط بزيارة او باهتمام ببعض المسائل اللي الها علاقة بالاصدقاء او يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء معين اهم اشي انك ما تحتد وما تعصب خلي الامور تمشي بشكل جيد وما تستاء من تصرفات بعض الاصدقاء لانه شوي انت حساسيتك عالية فممكن يكون لك ردات فعل سلبية اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة خلال هذا اليوم فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة بغلب عليك النشاط العالي الاهتمامات بالصحة عالية جدا برضو ممكن اليوم تهتم بصحة احد الاحبة او تتعاطف معاه او تقوم بزيارة احد المرضى برج الدلو طبعا بما انه القمر رح ينتقل مقابلك مباشرة فعندك ايجابيات وعندك سلبيات خلال هذا اليوم يعني في اشياء ايجابية رح تدعمك وفي اشياء سلبية رح تضغط عليك اولا طاقتك انت اليوم ضعيفة يعني بتحس انه شوي انت محبط خدر مش حاب تتحرك مش حاب تنجز بعض الامور حاب تعتك حاب تبعد عن الاضواء يعني هاي كلياتها فيها نوع من انواع الضغط النفسي حاول انك ما تضخم الامور وما تدخل بخلافات خلال هذا اليوم اهتم بنفسك يعني انت شوي حساس يعني حساسيتك هاي ممكن تتأثر عليك بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى المالي ممكن تظهر لك بعض المفاجآت مش لا كل موليد برج الدلو ولكن نسبة نحكي 50% من موليد برج الدلو ممكن يشعروا ببعض التحسنات او بعض التطمينات اللي الهاي علاقة بالوضع المالي او يبحثوا عن مخرج معين بدعمهم على المستوى المالي ممكن تهتم ببعض المسائل الجيدة خلال هذا اليوم اللي الها علاقة بالوضع المالي ممكن تحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او دعم معين اهم شي انك تقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وداعمين عندك نشاط عالي جدا حب للمبادرة للانجاز عندك قدرة على النقاش والحوار يعني نشاطك يعني عالي جدا بالفترة هاي حاول انك تستغله بشكل ايجابي ولكن اذا كان عندك امتحان او مقابلة حاول انك انت تركز بشكل جيد بدون ما تعتمد على الحضوط وابتعد عن البلبلة وعن المزاج المتقلب والعصبية اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن تظهر بعض المسائل اللي شوي تربكك خلال هذا اليوم خلاف نقاش او امور بتتعلق باحد افراد العائلة ممكن اعطال منزلية او اهتمامات او نقاشات او حدية بالطباع او قلق على احد افراد العائلة او تهتم بمسألة عائلية زي مثلا معالجة مشكلة معينة او اشي العلاقة بالبيت كاعطال بتحاول تهتم فيها او تصلحها او مشتريات اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء جيدة بتدعمك بقوة وبتعزز بعض العلاقات بتدعمك الحظ في بعض المسائل بقارب ما بينك وبين الابناء او الاحبة او الوالدين ممكن انه تتقارب انت والحبيب او تترافق في مسألة معينة او تحب انك تخرج بتغيير جو جذري يعني من هذا الضغط اللي انت بتحس فيه فتلاقي الملاذ الامن اللي هو المكان العاطفي اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء اليوم يعني شيئا ما صارت ايجابي او تتحسن كل ما اقتربنا لساعات الصباح فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون لك اهتمام بمعاملة او بملف او بشيء له علاقة بالعمل افتتاح عمل مثلا بداية بمشروع جديد او فكرة جديدة بتحاول انك انت تطورها او تهتم فيها بشكل قوي الاهم من هيك انو الوضع الصحي عندك ابتداء من اليوم ببلش يتحسن بشكل جيد بشحنك بطاقة ايجابية يعني شوي باطمئن بالك من بعض التقلبات الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فهنا يعني هنا ترغبوا في تدعيم شراكاتكم على مستوى المال والعاطفة ومعلاقتكم ما بينكم بين الازواج الفترة هي مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف اخر ولكن زي ما حكينا حاذر الخلافات وما تضخم الامور بتبدو مرهف الحس ومتوتر بسبب قلق ما حاذر اثارة العدائية والبلبلة مزاجك متقلب وعصبي ممكن تثير النفور للاشخاص اللي حواليك اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة تقريبا مربك اليوم ممكن تقلق بشأن وضع مالي معين او دعم مالي او تقلب مالي ممكن شوي يكون لك بعض الاهتمامات الى التحصيل على قرض او مساعدة او سداد ديون او فوترة او التزامات يعني بدها شوي التركيز ما تتسرع اقرأ يعني حاول تشاور اهل الاختصاص قبل ما تقدم على هذا الموضوع اما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت جيد بالاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد والاهتمام بمسائل تعليمية او بحثية او دراسة موضوع معين وحتى على مستوى النقاشات اللي الها علاقة بالسياسة او بالدين او بالفلسفة قوية ولكن ما تحتد وما تعصب برأيك حاول انك انت يعني تكون مرن شوي اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتعزز من سمعتك بشكل قوي متقارب من وجهات النظر ما بينك وبين زملائك رؤسائك بالعمل وبرضو بتساعدك للتقديم على عمل او البداية بعمل او يعني طرح مشروع معين بالفترة هاي ويكون لصالحك اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء على مستوى الاصدقاء روتيني يعني تعاملك مع اصدقائك بشكل روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك بتختلط بالاشخاص اللي حواليك على حسب طبيعتك بتنشط اجتماعيا وتتعامل مع اصدقائك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء شوي متقلبة في بعض الاوقات يعني ممكن انه شوي تظهر لك بعض الضغوطات على مستوى العمل او على مستوى الصحة حاول ما تراكم الاعمال عندك ما تهم العملك وراقب صحتك بشكل جيد من بعض التقلبات صحيح الاجواء بلشت تنحصر بالجانب الايجابي ولكن بظل لسه في بعض الاثار عند بعض الاشخاص خصوصا اللي عندهم امراض مزمنة برج الحوت طبعا بما انه القمر رح ينتقل للبيت السادس معناته اليوم في نوع من انواع الضغط فهذا بسبب لك نوع من الارباك على المستوى النفسي والشخصي بتحس انه شوية ضاقة وصارت تضعف بتحس في بعض الاشياء اللي صارت تعاكسك بالفترة هاي اللي اهتمامات بتصير على المستوى الصحي بشكل كبير ممكن تدخل بعض الوساوس او القلق من مسألة معينة بتتعلق باما بالعمل او بالصحة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء ممكن تشعر ببعض التحسنات او بعض الارباح او المكاسب او الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم ممكن تحقق بعض الانجازات او المكاسب من عمل اضافي او مستردات او هبات او ترتيبات لمساعدات معينة يعني الاجواء بتدعمك بشكل قوي على المستوى المالي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء يعني شوي ضاغطة على المستوى التنقلات والاتصالات ممكن ما ترغب اليوم بالتحرك كثير يمكن تقضيها بس على عملية الاتصال بالتليفون اهم اشي انك ما تحتد وما تعصب وما تستاء من رد او يكون لك ردات فعل سلبية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء يعني تقريبا جيدة على مستوى البيت بلشت الامور تستقر شوي تعمل تقارب جيد ما بينك وبين افراد العائلة ممكن يطبع ان بالك اليوم على مسألة بتتعلق باحد افراد العائلة اهم اشي اذا صار خلاف او نقاش ما تكون عنصر يثير فيها البلبلة او يكبر المشاكل حاول تكون انت زي حمامة السلام انك انت تلطف الاجواء وتقارب ما بينك وبين العائلة او ما بينهم وبين بعض لانها مشاكل اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ممكن تظهر بعض الاشياء الايجابية اللي تقارب ما بينك وبين الاحبة او يدعمك الحظ في بعض المسائل تكون الاجواء جيدة بالنسبة للك تقارب ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين احد الابناء او ما بينك وبين احد الوالدين في نوع من انواع الحظ رح يساعدك اليوم حاول انك تستغل الفرص اما بالنسبة للبيت السادس اليوم بيبدأ العمل بالتراكم عندكم تدريجيا حاول انك تنجز فقط ما بوسعك دون المبالغة في ذلك بدك تنتبه لغذائك وراحتك ما تهمل الواجبات مهما كثرت او صعبت راعي ظروفك الصحية كون دقيق ومنظم وراعي ظروفك والمعنويات خصوصا اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة فممكن تقارب ما بينك وبين الشريك اليوم او تحل مسألة مشتركة او تحل مسألة كانت معقدة بالفترة الماضية او تتراجع عن قرار معين او تلاقي انه في نوع من انواع النقاش اللي ممكن شوي يكون حاد ولكن في النهاية بتطلع بالنتيجة اهم اش انك ما تصعب الامور وما تصاعد الخلافات اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء المالية المشتركة شوي اليوم اليها اهتمامات فممكن تبحث عن دعم او عن تسوي او عن حل مسألة علاقة بالوضع المالي زي قرض او تسوي معينة او اقصاط معينة او تهتم بطلب مساعدة معينة او تحاول انك يعني تنفذ بعض الامور اللي الها علاقة بجمعية او امور الها علاقة بادخار بعض المال او اشياء من هذا النوع اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء معني ممكن هيك تسمع خبر من خارج البلاد يزعجك او خبر سياسي او فلسفي او ديني تتناقش فيه فتحتد الامور عندك حاول ما تتعصب لامر حاول تتبين اذا كان عندك امتحان او مقابلة حاول تستعد وتدرس وما تعتمد على الحظ في هاي المسائل لانه هاي مسائل بدها دراسة وبدها استعداد اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة بتدعمك على مستوى بيت السمعة وبتعزز علاقاتك على مستوى العمل ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل اللي حابب يقدم لعمل الفترة هاي مناسبة جدا اما بالنسبة لبيتك 11 فهو يعني شوي بيخلي فيه نوع من انواع الاحجام عن بعض الاصدقاء ما زالت الاجواء فيها نوع من انواع التوتر او التقلب بالمزاج او حتى الاستياء من بعض الاصدقاء او عندك قابلية لاختلاق مشكلة ما بينك وبين صديق او هيك ما يعجبك سلوكه او هو بيحاول يدخل حاله في شؤون حياتك فانت بتحاول انك تسيطر على الوضع اهم اشي انك تسيطر عليه بعقلانية ما تسيطر عليه بالعصبية اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة اليوم بتدعمك على مستوى العمل في بعض المسائل ممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية اللي بتتعلق فيك او في احد الاحبة ولكن باطمئن خاطرك وباطمئن بالك بشكل اكبر وممكن تنجز بعض الاعمال اللي تكون لصالحك ممكن تقوم ببعض الزيارات اللي بتتعلق بشخص مريض او عيادته في بيته او في المستشفى هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء شكرا